ميد بريس تقدم أبرز العناوين النسور يسافرون الجمعة إلى القاهرة على أمل شفاء اللاعبين المصابين حددت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل كموعد لسفر بعتة الفارق الأخضر عبر طائرة خاصة إلى العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة زمالك المصري في إياب نصف نيهاء دور أبطال إفريقيا وعلمتها سبورت من مصادر مطلعة أن إدارة النسور تواصل التزامة بالتحاليل الروتيني الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لمتابعة حالة الوبائية بالفارق بشكل دقيق مرة أخرى خبر صادم في الرجاء ارتفاع حالات إصابات كورونا أعلن نادي الرجاء الرياضي عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطاقم التقني خلال المسحة الأخيرة التي خضع لها مكونات الفارق يوم الأحد وقال الفارق الأخضر في بلاغ رسمي أن توصلوا بالنتائج المسحة الطبية الثامن عشر لنادي الرجاء الرياضي وأظهرت وجود حالة إيجابية جديدة تم تسجيلها في صفوف الطاقم التقني وإن المعني بالأمر سيخضع للبروتوكول الصحي المعمول به كما سجل الرجاء حالة إصابة واحدة في صفوف اللاعبين وحالة إصابة أخرى في صفوف الطاقم الإداري والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة فارق الرجاء الرياضي أمام نظري فارق الزمالك المصري في مباراة الإياب إلى غاية يوم الفاتح نومبر المقبل بسبب تسجيل عدد من الإصابات بكورونا في صفوف اللاعب الفارق الأخضر الوداد الرياضي ودع إبراهيم النقاش ودع نادي الوداد الرياضي عميدة وإبراهيم النقاش بعد انتهاء عقد رفقة الأحمر ما تم الموسم الكروي المنقضي ونشر النادي الأحمر بلاغا عبر صفحاته بمواقع التواصل الشماعي وجه من خلاله شكره لللاعب ذو 38 ربيعا والذي كان طرفا في العديد من الإنجازات رفقة الحمر أبرزوا التتويج بلقب دور أبطال إفريقيا 2017 على حساب الأهل المصري وفيما يرى نص البلاغ على إطر انتهاء العقد الاحترافي الذي كان يربط اللاعب بنادي الوداد الرياضي يتقدم الرئيس سعيد ناصر باسمه ونيابة عن جميع مكونات النادي والجماهير بشكره الخاص لللاعب إبراهيم النقاش متمنيا له مسيرة موفقة في مصارع المهن كما يعبر نادي الوداد الرياضي عن تقديره الكبير لللاعب إبراهيم النقاش لما أبان عنه من التزام وتفاني في أداء مهامه بما فيها حمل شارة العميد لمباريات عديدة طبعت مصارا حافلا بالألقاب والإنجازات وإذ يتقدم نادي الوداد الرياضي بأحرم تمنياته لللاعب إبراهيم النقاش فإنه يؤكد أن أبوابه ستظل دائما مفتوحة في وجهه وأن ذاكرة النادي تحفظ له مكانة خاصة كما في قلوب جميع مكونات الوداد الرياضي وكانت إدارة الوداد قد ودعت يوم أمس لإثنين عبر بلاغ آخر بعد الأطر فنية والطبية على إتر انتهاء خدمتهم داخل أسوار القلع الحمراء وشمل بلاغ لإدارة الحمراء الدكتورين محمد عادل المريني وأحمد آمين بيض الله بالإضافة للإطارين سعيد بيدو الذي شغل مهمة مدرب الحراس والسينيغالي موسى نداو الذي عمل كمساعد مدرب داخل الطاقم التقني للنادي فضلا عن أحمد المخير الذي عمل كمروض طبي ثم سعيد جبريلي مدلك ومكاكي تيجاني معالج رسميا نادة زمامرة يتعاقد مع مدرب جديد حسم عبد السلام باللقشور رئيس فريق نادة زمامرة لكرة القدم ملف المدرب الجديد للنادي الدكالي وقرر التعاقد مع مدرب جديد خلفا لسعيد شيبا الذي تمت إقالته خلال الدورات الأخيرة من الموسم المنقضي وتعاقد فريق نادة زمامرة لكرة القدم رسميا مع المدرب الإسماعيلي العلوي للإشراف على إدارته التقنية خلال الموسم الكروي المقبل وجاء تعاقد نادة زمامرة مع المدرب المذكور لبدء التحذير للموسم المقبل بشكل مبكر ولتحديد لائحة اللاعبين الذين سيتعاقد معهم الفريق خلال مرحلة انتقالات صيفية المقبلة يشار إلى أن فريق نادة زمامرة حافظ على مكانته بالقسم الوطني الأول للمحترفين الذي لعب فيه لأول مرة خلال الموسم الكروي المنقضي وفالت من العودة للقسم الثاني إذ أنهاها محتلة للمركز الـ 12 برصيد 34 نقطة جمعها من 8 انتصارات و10 تعادلات و12 هزيمة رسميا بارشلونة يقدم شكوى ضد حكم مباراة تلاسيكو أمام ريال مادريد تقدم نادي بارشلونة الإسباني يوم الاثنين بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد الحكم خوان مارتينز الذي تولى إدارة مباراة تلاسيكو أمام ريال مادريد وتلقى نادي بارشلونة هزيمة قاسية على إدلغارم ريال مادريد بنتيجة 3 ل 1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب كامبنو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الإسباني اللاليكا ووفقا لما ذكرته صحيفات آسا الإسبانية فإن بارشلونة قدم شكوى رسمية ضد الحكم خوان مارتينز وأداءه السيء كذلك قدم شكوى ضد حكم تقنية الفيديو الفار وأفدت صحيفة أن حكم المباراة خوان مارتينز ومونويرا احتسب ضربة جزاء ضد بارشلونة في الدقيقة 63 من زمن اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الفار إترشد الفرنسي كليمون لينجليه مدافع الفارق الكاتالوني قميص النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد الريال مادريد والذي ترجمها إلى هدف التقدم الثاني للميرينغي ويحتل بارشلونة حاليا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برسيد سبع نقاط حصدهم من انتصارين ومثلهما هزيمتين وتعادل وحيد علما بأن الفارق لديه مبارتين مؤجلتين نظرا لمشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2019-2020 بينما يتواجد ريال مادريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برسيد ثلاثة عشر نقطة خلف ريال سوسيداد صاحب صدارة بفارق نقطة واحدة فقط إذ حصدهم من أربع انتصارات وتعادل واحد ومثله هزيمة علما بأن الفارق لديه مباراة مؤجلة نظرا لمشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2019-2020 ويستعيد برشلونة لخوض مواجهة نارية أمام يوفنتوس إيطالي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا تامبيونس ليغ وداديا في لائحة المنتخب المحلي لمواجهة نيجر يخوض المنتخب الوطني لللاعبين المحليين لكرة القدم يومي فاتحة وأربع نوامبير القادم مبارتين وديتين بمدينة نيامي أمام منتخب نيجر وتدخل مبارتين برسم استعدادات المنتخب الوطني لبطولة إفراقية لللاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالكاميرون ولهذا الغرض وجه الحسين عموة الدعوة لأربع وعشرون لاعبا ويتعلق الأمر بهذه اللائحة التي تظهر أمامكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة